صليم زيليب اهلا بكم كل طالبات وطالبات ثلاثة سنوية بنستكمل مع بعض النهاردة حل بوكلة اه كتاب برافو لو انت جديد في القناة اعمل اشتراك عشان توصل لك كل فيديوهات حل البوكلة بالترتيب وكمان ان شاء الله اه فيديوهات ليلة الامتحان بتاعت المراجعة ان عشنا بنبدأ النهاردة نحل بوكلة حداشر وصفحة ستة وسبعين يلا نبدأ مع بعض ما تنسوش اللايك بنبدأ هنا بالوثيقة بتاعتنا يعني العمل بالخارج بنقول لنا يعني خمسة وسبعين في المية من الطلب الفرنسيين بيقولوا انهما عندهم رغبة في السفر للعمل لبلد اجنبي يعني خارج بلدهم بور بكون سي سلمو انريف طبعا ليه الكسير منهم طبعا ده بيكون حلم عايزين يوصلوا له ميشا كاني كل سنة دي بلي ام بلي ريسيز ابرتير في كل من سنة لسنة الكسير بينجح ان هو يمشي او كافر وسيكل كتمونج يعني احنا عندنا هنا شواهد او ادلة اميلي عندها تلاتين سنة بتقول جسوي وكندا ان اه ان لو فون دي بوي لاش دي اه فانتا هي في كندا منزو عشرين اه من عمر وهي عندها اه عشرين سنة دابور اولا جي في دي بتي ام بلوا انا عملت يعني او اشتغلت في وظائف صغيرة جي اتي سيرفيز دانزان دريستيرو كنت خدمة في مطعم بوي ام بلوية دانزان اوتيل بعد كده موظفة في فندق وشو غدوي اليوم جي سوي سكرتير بلانكش توتال ادلواتي بتقيه اصبحت سكرتيرا بور ري سير عشان انقح قالت رانجير في الخارج يعني ما تكونش مسافر عشان الفلوس لا ده عشان تستكشف شي اخر وتقابل ناس وتعيش بطريقة مختلفة اولا اه كارانتسانكة خمسة اربعين سنة جي بسي كاترا او تايوان دان لاجانس دين سوسياتي فرانسيز دي ترانسبور يقولنا انه هو قدم اه اربع سنين في تايوان في شركة اه شركة فرنسية للمواصلات اه اه او دي بارد في يعني الرحيل بتاعي او الصفر ما كانش سهل لي تايوانين انتباع الممي ميتاد دي ترافايك نو اه الناس تايوانين ما ما عندهمش نفس الطرق بتاعتنا في العمل اه اه دي بلي والاكسر من كده تعلمت كتير حاجات انا عندي هنا اه حاجة وحيدة هي الاقسف ليها ان انا ما تعلمتش اللغة الصينية نحلل اسئلة بنقول سيدي كوموبار اللي بتحدثنا عن ايه طبعا عن احلام الطلبة الفرنسيين بالنسبة سافرت لي الخارج لي عشان تعيش بطريقة مختلفة ابر ادبري الن لتايواني سوم طبعا هنا قلنا ان التايواني ما لهم بقى بيشتغلوا بطريقة جادة لانه قال ان هوا مختلفين عنهم اه هي هنا بدأت عملها في الخارج فين طبعا في مطعم قال ان ريجريت بيأسف لي او زعلال لي لانه لم يتعلم اللغة الصينية بيقول ان هنا كثير من الشباب الفرنسي بيتمنوا ايه بيتمنوا طبعا ان هوا يتنظر ان هما يشتغلوا في دولة اخرى بناخد مع بعض الوثيقة الثانية يا شباب صفحي السبعة وسبعين سيفاكنس اون فا الاكمباني هزه في الاجازة حنروح الريف جيموا بن نيكولاي الجيسيزا عندي ستتاشر سنة موفا مي اموان ويموا بسي لفاكنس على كامباني انا وصرتي بنحب ان اقضي الاجازة في الريف بيقول هنا ان اجدادي بيعيشوا في قرية صغيرة تقع في قلب غابة جميلة في نصها بورنو بالنسبة لنا سيفيلاج ريبريزانت الاندرواء اديال بور بروفتي انبانير بيقول بالنسبة لنا هزه القرية بتقدم لنا المكان المناسب المثالي عشان نستفيد او نستغل الهواء الجميل ده او كمان نستمتع بجمال المناظر والهدوء يعني هو بيستمتع بالنزهة على زهر الهواء الحمار لناتاسيون دالا ريفيير والسباحة في النهر قليتو لمتا على باش افيق من جراند بير وازهب في الصباح الباكر للصيد مع جدي اه ما بتيت سرعم ايدي مجراند مير اه نورير للبا يعني وقت الصغيرة بتحب ان هي تساعد جدتي في اه 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 اطعام الارانب رمز سيلزيب ويه اه تجمع البيض من العشد الدجاج سيليه ليجيم وبوتاجين وكمان تجمع الخضروات من اللي هو البستان لفاكنس دي اتي سانت بريمو جنيال اجازة الصيف حقا جميلة كار تولي جور اللي يا كالك شوز دي نوفو افاقا لان كل يوم في شيء جديد احنا بنعمله نيكولا بس لفاكنس طبعا او فومي مع العائلة لقرانبرو دي نيكولا ابي دان طبعا هم عايشين فين طبعا في قرية صغيرة ام بتي في لاج على كامباني نيكولا ام بيكوب يحب ايه فار دي لاناتاسيون بيمارس السباحة بور نيكولا لفاكنسة على كامباني طبعا سي سيبار رائعة مش صعبة ولا سيئة ولا غير مريحة بور نيكولا بالنسبة لنيكولا على كامباني طبعا هنا في الريف ام بي بيان ساميزي يعني هو حيتسلة كويس خالص لوي بتساعد نيكولا ام بتحب ايه بتحب ان هي تاكل الارانب اوكي بنبدأ نحل مع بعض المواقف خلي بالك هنا تسأل صديقك اين بيشتري الموز كسكل دين ماذا يقول هيقول هنا انا اريد اتنين كيلو موز ولا جيبي ومرشي طبعا انا بيقول انا هروح الاسوم مش هيقول ان الموز بيكون على المنددة ولا انا رايح اشتري الموز سؤال مهم بكرر كتير ادوات اللي هي بنستخدمها في كل الرياض بيسألك الزمنا اعشان نمارس سباحة عنكم اينو لا دي بدلة الكارتي والجودو بقول له هنا يلزمنا شبكة ولا بقول له هنا يجب ان نرتدي ميو السباحة عشان نمارس السباحة بنحل مع بعض صفحة الثمانية وسبعين بيسألك امت بتتناول ايه في الافطار كسكل دين ولك افيكي مع من لا كسكتي امان جيلي متان بتحب تاكل ايه في الصباح هي دي الاجابة الصحيحة مش الساعة كام ولا من حاجة هز الافطار تسألوا هنا عن جدول مواعيده كسكي فوديت حتقول له هنا ايه بتاكل الغداء ولا كيف يكون مدرسينك كل جورتي يا مات يعني في ايه يوم عندك رياضيات ولا ايه المادة اللي بتحبها لا باخد رقم بيه هنا اخيك بيسألك او بيطلب منك انك تصف مدرسة الرياضيات كسكي فوديت حتقول له ايه هو في المكتب ولا هو سيفير اسري يعني هو شديد شوية وجد ولا هو عند المدير ولا الرياضة مادة صعبة طبعا بناخد سين بيسألك هتعمل ايه في الويك اند كسكي فوديت حتقول اللي بروح المدرسة ولا الجيم لك بحب الريف ولا جيم لكي تاسيون طبعا انا بعمل او بمارس فروسي طبعا هنا رسيت احنا هفزنها معناها وصفة او طريقة انت هنا بتكلم صديقك عن وصفة او طريقة عمل الجاتو كسكي فوديت بقول له انا اشتريت كتاب الوصفات ولا اه ستين منيار انها طريقة اه عمل طبق ولا ولديتي بتعمل جاتو حلو لا انا بقول له هنا ان انا بضع البيض ومثل وخلصين جرام من السكر انت هنا بتطلب او تسأل صديقك عن وظيفة والده كسكي فوديت بتقول له هنا طبعا هنا كيفي تون بير ماذا يعمل والدك بنشوف مع بعض اسئلة الجرامير سيتاني مال في دان بعيش فين برجري طبعا اللي هي لا اللي هي الحزيرة ونونك الفا فينير حياتي من فرانس دي لسي من برشن طبعا عندك هنا بعض بنير دولة مؤنسة بتاخد دي طبعا انا هنا هزي العربية هي ايه لا انا عايز ضمير توكيدي اثبت بملكية الشخص ده اه ليه الحاجة دي طبعا ضمير توكيدي الكل دول ضمائر فاعل لكن اللي هي تكون لها العربية دي بتاعتها تنفع معي ضمير فاعل وضمير توكيدي بقول له هنا ايه الواجبات اللي انت بتفضلها كيفا كاسك ولا كل طبعا بقول له كل ايير متا الي انا عندك هنا مرتا مرتا هنا انا عندي هنا بارتسيب بصي من فارب الي اللي بياخد معا المساعد ايه المساعد اتر وهنا عندي ايير يعني بصيكم بزيه بنحل تسعة وسبعين جن ايه كلود هنا بقول لهم دي بشي فو اسرعوا تي ديسكي خلي بالك هنا في ادات تجزئة يبقى لازم اختار هنا انت بتمارس تزلق تي بور انت مع ولا ضد هذا الرأي مع ولا ضد او جينيفي وسينما انا مش بذهب جامي ابدا الى السينما منفرير جو خلي بالك هنا بعد جو في اهلة موسيقية يبقى تاخد وراها ادات تجزئة الكمام مذكر يبقى احتاخد دي ايلا منتي اشفال بيعرفوا انهما يركبوا الحصان انا عايز بار بصفار مع ايلا يبقى صف نيكولا مانج دي بولي نيكولا بيأكل من الدجاج عايز اقول بيأكل منه خلي بالك اللي تحزف هنا عندك المفعول بتاعك مسبوك بقادة تجزئة يبقى هتعوض عنه بالضمير الشخصي اوكي بناخد بعد كده يا شباب امتحان اتناشر قطع بتاعتنا عن الرياضة المفضلة سهلاء جدا كلمات الصعبة فيها من الترجمة وده الحل بتاعها ياريت اه تراجعوها وتشوفوا الحل بتاعكم تراجعوه عشان ما نضيعش فيها وقت والوثيقة التانية صفحة واحد وتمانين نفس الموضوع هنا بتراجوا الحل معايا ده الحل الصحيح بتاعها بنشوف بعد كده اسئلة المواقف انا بقول بيسألك هنا اخيك بتاكل ايه بتتناول ايه في الافطار بتقول له هنا انا باكل فراكوي مكرونا طبعا لا انا باكل الكرواسو وبشرب الكافي طبعا هي دي الاجابة الصحيحة الصفحة اللي بعدها صفحة اتنين وتمانين انت هنا بتتكلمنا عن طبيعة عمل والدك بتقول لنا ايه منبير ايه بومبيه والدي رجل مطافي ولا والدي بيحب عمله منبير نبسانت جوميه دي صندرافاي مش بيغيب ابدا عن عمله ولا منبير سوان لزانيمو اللي فيتريناير هي دي الاجابة الصحيحة بيقول لنا انه هو طبيب بيطر وبيعالج الحيوانات آآ فوترمير باعلى شيميز نادمير يعني مش عاجبها مش حابة القميس آآ كيفو بورتي اللي انت بتلبسو كاسكل دي حتقول لك شونج دي شيميز اللي مش يعني غير القميس انه سيء طبعا هنا دي الاجابة الصحيحة يعني انت هنا بتصال الطبيب عن كمية المياه المفروض انت تشربها بتقول ايه بقوله هنا اه ايه كمية لترات المياه للمفروض الواحد يشربها في اليوم مش هقول له ايه المشروب المفضل بتاعك ولا بتشرب مياه غازية ولا بقول له اه بتشرب ايه في الصباح انت هنا بتسأل اخيك عن شخصية صديقه في الفصلة بتقول له هنا هي رأيك في الفكرة دي ولا كمو ايه توم كامراد لك بقول له هنا اه كيف يكون صديقك ايه لك طبعا برميسيون يعني ازن انت هنا بتطلب والدتك الازن ان انت تروح السينما بتقول ايه طبعا هنا اقول لها امامه شو بيعا سينما ممكن اروح السينما ايه بيسألك فين اين ممكن نعمل فصحة او نتنزه بقول له هنا اه انا بحب الفصحة مع اصحابي ولا الاجهازات القادمة انا حروح اعمل فصحة او اتمشى ولا هقول له هنا طبعا ام فين برومينات على كامباني ان انا حعمل نعمل رحلة في الريف لان هو بيسأل هنا عن مكان بيسألك صديقك هنا عن رأيك في الرافتنج اللي هو ركوب الزوارق المطاطية حتقول له دي رياضة بنمارسها في المية ولا يجب ان يكون معانا مدرب ولا بقول له انا هعمل رافتنج الاسبوع القادم ولا جيلي تروف تري دانجري طبعا انا بيسألني عن رأيك فبقول له انا اجد ان هي ايه خطيرة لرزع ايه العنب يكون انا عايز صفة هنا مفرد مذكر free free اللي هي معناه fresh التانية دي مفرد مؤنس هنا جمع مؤنس هنا برضو مفرد مؤنس ميزامي باس بيقدو ويك اند وبورد الامير ميزامي يعني مال الجمع هنا الويك اند بتاعهم مملوك مفرد يعني هنقول لير الويك اند بتاعهم بيقدوه فين على شاطئ البحر بناخد مع بعض صفحة ثلاثة وتمانين لما يكون عندك هنا اليا ومعاها فترة زمنية قصيرة يبقى انت هنا بتتحدث عن ماضي حديث لسه انت عامله من خمستاشر دقيقة ماضي حديث يعني فينير دي والمصدر هو عندك انا لست غاسل الاطباق من شوي ليه مترورولا بيتحرك طبعا سير على القطبان ان يا سير مولي انه لا يوجد ايه شيء على سريري طبعا هنا في الماء في الزمن في النفي لازم اترجم الجملة كويس خالص يا شباب واترجم حسب المعنى العربي جي مال انا عندي الم في تعودت هنا ان بعد افور مال اشوف انا العضو اللي عندي من اهضاع جسم الانسان مذكر ولا مؤنس ولا جامع طبعا اصابع هنا جامع يبقى بختار وعلى طول بقى هنا اكي حتقدم لي من هذه الهدية يعني اسبوع الماضي يعني ماضي مركب اوكي اي بارتي بور بارين اه خلي بالك انت هنا عندك الماضي المركب هو كله عندك برب ايه بارتي روا خطة بعيه اس طيب يبقى ينفع اخطار له لا ال لا احنا ما كانتش ايه كان خطة بعيه معها ايه طيب ال تنفع جامع مذكر اوكي طيب ريبا بران تي بارجور بقول لكم بيان دي ريبا كم وقبا انت بتاخدها في اليوم للا با للا با يعني ايه الجامع يبقى فيفر بيعيشه نو ايه موفاغة بنحب انت عندك فعلين ايه ميه ولا فير تمشي على الان وفيوم على ده اللي هو قبل النقط على طول يعني اداد تجزئه هنا مذكر ايه 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 غائب تيو فا حتتصل بيه ما نساش ان تليفون ايه اه يعني تليفون ايه بيجي وراه مفعورة غير مباشر هنا مفرد يبقى يعني معناها اتصل بيه امتحان اربعة صفحة اربعة تمانين امتحان اه نمر اوت ريز امتحان سهل بيتكلم عن بورج ايفل والاسئلة بتاعته بسيطة جدا دي كلمات الصعبة اللي فيه هتحلوا طبعا لوحدكم هترجعوا الاجابات سبحت خمسة وتمانين الوثيقة التانية برضو سهلة كلماتها من المنهج عندنا ازاي الشباب بياخدوا اوقات فراغهم دي الاجابات الصحيحة بتاعتها ياريت قبل ما نشوف الاجابات اه نحلل واحدنا والسؤال البعض يا شباب بنقول بيسألك طبعا اللي هو معناه الدولاب كس كسي ماذا يكون يعني ايدولاب بقول له سيتين بيس دالاميزون هو اه جزء من اجزاء المنزل او قطعة سيتان ميبل طبعا هنا ميبل اللي هو معناه اللي هو اساس قطعة من الاساس اللي بنرتب فيها اللي هي الملابس بناخد بعد كده صفحة سبعة وتمانين بقول هنا منفرير منفرير دي بيانو اخلي بالي عندي فيه ادات تجزاءة وراها قلة موسيقية عندي فار بفير طبعا هنا فار بفير هنا الفاعل بتاع إيل لكن فير هنا مصرف مع التين مش هتنفع او مع الجين مش اي ما بيجيش وراها ادات تجزاءة براتيك ميجيش وراها ادات تجزاءة يبلح تنفع معايا هنا جو اي اير بالامس يعني ده ماضي مركب بقول هنا جي افي لو انا هنا جي ميسوي دي بلا سي انا تنقلت بالدراجة تي ام فاق انت بتمارس اسكالات انا عايز ادات تجزاءة بس خلي بالك هنا الرياضة مبدأ بحرف متحرك هاخد دي الاباصر انت هنا هي بتنسبك طبعا هنا بنعتبرها ان هي جمع مؤنس فبنقول ال هي تنسبك ما تاكلش خلي بالك الجملة منفية يبقى هنا ادات التجزاءة تحول لدي اي البورد انجيلي فواطلا منقط لون وابيض كل الاستيلات بتاعدنا بتاخد قبلها حرف القر او ونركز في النوطة دي دي طبعا من منهك سنة تانية اوني مفاياجي على ترانجي افيون سيط مواصلات بنركب جواها يبقى ام تي اي دي موفي امير بقول له بوركوا ليه انت مزاجك متعكر ام اي تري شيك هذا الرجل بيكون شيك طبعا الرجل هنا مفرد مذكر لكن مبدأ بالقش الصمتة بنعملها كأنها متحركة ليو اي اي لنا فييانا اتو من بوردو بوردو هنا بنقول ان هي مش مش جامع يا جماعة بوردو ده اسم اه اسم مدينة عادي تي انكور فاتيجي انت مازلت متعب نوجين نسوي فاتيجي طبعا انكور خلاص تعلمنا بننفيها بنبلي لم قعد متعب بتيني افرو بادي كدو اتامير انت مش هتقدم هدية الى والدتك بقول له جيفيلو يا بورتي عن فولارد بالعكس ده نحجب لها اه اه اللي هو شال او مشاح طيب هنا يبقى بيجاوب بالاسبات خلي بالك سؤالك منفي بقى بتجاوب بسي طيب متحان اربعتاشر ده مفوش اي حاجة صعبة ده مقدم مني هدية لكم هترجعو مع بعض كده وتشوفوا الاجابات بتاعتكم تأكدوا منها بس فقط لغير. كل اسئلتم مكررة باش اي حاجة صعبة? سألة الجرامير بعد كده. صفحة واحد تسعين. ما تنسوش اللايك للفيديو يا شباب والقاكم فيديو اخر اروفار. اشتركوا في القناة